سجل المعدل السنوي للتدخم في منطقة اليورو في سبتمبر تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين وبحسب ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي حيث أشارت التوقعات أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير لقياس مدى تأثير حملته غير المسبوقة من تجديد السياسة النقدية وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم عشرين دولة بمعدل سنوي بلغ أربع فاصل ثلاثة بالمئة بحسب بيانات يورستات في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021